الأجهزة الانتقالية في ماليا تحت طائلة عقوبات المجموعة الاقتصادية للدول غرب إفريقيا. العقوبات شملت 148 مسؤولين بينهم 27 وزيراً يتقدمهم رئيس الحكومة الانتقالية شوغي الكوكالامايغا و 121 عضو من المجلس الوطني الانتقالي المالي. قرار فرض العقوبات يعود إلى اجتماع لقادة الإكواس عقد في السابع نوفمبر الجارية بعد اتهام قادة المنظمة الإفريقية مسؤولين ماليين بعرقلة إجراء الانتخابات الشاملة في السابع والعشرين من شهر فبراير القادم. كان متوقعاً إلى حد كبير فرض عقوبات من قبل المجموعة الاقتصادية للدول غرب إفريقيا على الحكومة الانتقالية في مالي. فبعد أن أبلقت الحكومة رئيس المجلس بأنه من المستحيل أن يتم تنظيم انتخابات في السابع والعشرين من فبراير المقبل. كان متوقعاً في القمة المسقرة التي تم عقدها لهذا القرض فرض عقوبات على المجلس الانتقالي وعلى الحكومة الانتقالية في مالي. وبالتالي فرض الإكواس عقوبات هي لأول مرة في تاريخ المؤسسة يتم فيها تجميد أوصول أموال من فرضت عليهم العقوبات ويمنعون كذلك من السفر. العقوبات التي تراوحت بين تجميد أصولنا ومنع من السفر إلى دول الإكواس استثنت الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكرية الكولونيل أسيمي كويتا الذي قاد انقلابين وأطاح برئيسين في مالية في أقل من سنة. إعذاء الهاشمي كويتا قائد الانقلاب العسكري في مالي من العقوبات هو بسبب الضغوط الروسية على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. نحن الآن أمام طبخة سياسية يحاول الإكواس أن يصنم وجهه بها بالرغم من التأذير الروسي الذي وبات واضحا جدا من خلال هذه العقوبات. عقوبات الإكواس تتزامن مع أزمة ديبلوماسية في العلاقات الفرنسية المالية وإن أظهرت المنظمة الإفريقية عدم ترحيب بتحركات المؤسسات التي تشكلت في مالية بعد انقلاب شهر ماي الماضي إلا أنها برأي مراقبين باستثنائها قائد المجلس العسكري من عقوباتها تبعث رسالة مفادها ترك قناة مفتوحة للتواصل بين الإكواس وباماكو.